هذا أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكافة مؤسسات الدولة وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه نظروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير لسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأممة